يعتبر تحالف الديمقراطي الكردستاني مع السيادة والتيار الصدري والذي ما يزال قوامه حياً رغم انسحاب التيار الصدري تحالف أهداف استراتيجية وليس غايات المرحلية دون أخفى لخصوصية بعض الأهداف بالنسبة لأي منهما ولهذا السبب أطلق عليه تحالف الثلاثي الاستراتيجي ووضعت القوى الثلاثة صاحبة المشتركات المهمة في محاصلة الانتخابات الأخيرة باعتبارها الفائزة الكبرى بين المكونات التي انبثقت منها أهدافاً وتطلعات بعيدة الأمد وهذه الأهداف الثوابت بعضها غير قابل للمساومة والتخفيض مهما كانت محصلة الحراك لتشكيل الحكومة أو حصول انتحابات أو حتى إعادة انتخابات التغيير والإصلاح كان من بين أهم أهدافها إضافة إلى تقوية بناء الدولة الدستوري والقانوني وأنزع سلاح الميليشيات المنفلدة وحل المشكلات العالقة بين الأقليم والعراق الاتحادي وإعادة الاعتبار لمنصب رئيس الجمهورية وتحريره من قبضة الحزب الواحد وحل مشكلة النازحين وإعادة المهجرين إلى مناطقهما وتشكيل حكومة استحقاقات قوية بإزاء معارضة المعتبر وليس منطقيا أن تتغير هذه الأهداف والقناعات بمجرد انسحاب أحد الحلفاء لأي سبب أو أن يحصل نكوس في تم القبول بالعودة إلى مربع الفشل والاستسلام لمنطق الواقع الذي سارت عليه العملية السياسية ما بعد 2003 والتسويف والمماطلة التي مورست في قضايا تحتاج إلى الحسم لتحقيق استقرار العراق وفي حين كان مزمعا عقد لقاء يجمع الحليفين الديموقراطي والسيادة في أربيل لإعلان موقفهما الرسمي بعد انسحاب التيار الصدري تم التأجيل فيما يعتقد أنه ليس هناك الكثير لمناقشته بين الحليفين وفقا لمنظور الثوابت وأنما هو انتظار لموقف نهائي من الحليف الثالث في ضوء الحراك المستمر لإقناعه بالعدول عن قراره ويرى مراقبون أن الحليفين ملزمان باتخاذ موقف متوازن يأقوذ بالاعتبار سباب انسحاب التيار الصدري مع يشير إلى أرجحية انضمامهما إلى المعارضة خاصة إذا لم يرعي المعسكر الآخر تلبية الأهداف الخاصة المرسومة لكل منهما وبحساب أعداد الأصوات فأنهما يملكان 98 مقعدا يضاف لها نواب القوى المدنية والمستقلين والمؤيدين لموقف الصدر في تشكيل حكومة أغلبية والآخرين الداعين إلى حال مجلس النواب ما يعني عمليا إعادة بضاعة الثلث المعطل إلى أصحابها بواقع نصف أو يزيد قليلا